بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى لتيشوف هذه الفيديو يكون بخير على خير وبصحة جيدة تنشكركم على الحب والوفاء اللي تتحطوه في هذه القناة ومتابعيني الكرام تنشكركم بزاف على التواصل ديالكم والدعم للقناة أما الوصفة دياليوم هي عبارة على رد كيد الكائدين أي كائد انت في بالك أنا ما قدرش نعمم ما نقدرش نجبد أي شخص المهم انت اللي عارف عدوك أي عدو ظالم لا بدي ياخد الجزاء دياله الله سبحانه وتعالى حرم الظلمة على نفسه إما جرسه وإما ضالما ضلمتك حياتك كما كانت ما نعممش وما نسميش ولكن تنعرف أنا جرسه معروف أنه أي بيت في جرسه وخا أنك مديرا اللي هو له يتبعك يدر فيك يتكلم فيك بالسوء يجمع بك بكلام باطل يلحقك بعينه باش أنك تمرد باش تتعب باش أنك أي حاجة تبغيها لك تدرك ولكن كينين سبحان الله العظيم في القرآن الكريم كينين الآية ديال تدمير الظالم باش يدخل سوق راسه ويبعد منك نهائيا يبعد يبعد منك ما يبقاش أنه يسبب لك السوء جرسه تنطلبو ليه الهداية وتنطلبو الله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى يفيق بعيوبه فبزلت نسحل طولية تعليقات عندهم أعداء من العائلة ومن أقرب ديالهم إما من عائلة الراجل إما من عائلتها إما جارة قد تتحر ليه يوميا تتحر ليه يوميا اليوم جبت لكم أحد الوصفة سهلة مهلة وغدرها وعندها رد قوي غد يقول لي الشخص المعين يشوفك ويخاف منك يشوفك ويهرب ما يبغيش يتلاقى معك ما يبغيش أن عينه تلاقى معك أنه تيخاف من رهبة هذيك هذيك الآية ولكن غن ناخده واحد الكمية ديال الحرمل وكمية ديال السنوج متعادلين حلق ديت جوش دراهم ديال الحرمل ناخد جوش دراهم ديال السنوج هانتما السنوج السنوج الرقيق وهذيك السنوج اللي حبته ورقاق والحرمل معروف الحرمل على صعيد العالم كان بعض الناس اللي تيقول لك الحرمل ما عرفتوش الحرمل دخل لجوغل وغد يتعرف الحرمل عنده اسم واحد من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد السنوج والحرمل هذيك شي باش كانوا تيداويوا في هذيك الوقت فعهد الرسول كان مذكور في القرآن وتيتدوا به بزاف الوصفات ديال الحرمل وديال السنوج لهم علاج قوي اذا غدين ناخد واحد تسبيح باش نسبح تسبيح على هاد على هاد الحرمل وغادي نكون مضية ومصلية ناخد يوم في الليل يكون في منتصف الليل يكون مضية ومصلية على ذكر دي ما تقوله النظافة النظافة لأنها باش باش اي وصفة تنجح معاك ما ترجعش عليك بالعكس ما تنجحش معاك وتقولي ما نجحتش معايا ولكن هذا كلام الله والسنوج السنوج والحرمل مذكورين في القرآن ما عدنش وعدنا تسبيح فقط عدنا تسبيح بعد احيان تقولك ما نجحتش معايا الوصفات يتمندير انتي صف في نيتك وتوكلي على الله وكوني نقية كوني على طهرة كوني ممضية كوني مصلية استغفري استغفري العدد اللي بغيتي وصلي على الرسول بنية هذه الحاجة وشوفي وش غادي تصدق لك ولا ما تصدقش لك نية أبلغه من العمل غادي ناخد في طولة الليل يكون طولة الليل يكون يكون دارني ذك الشخص يكون فعلا دارني اي شخص بغيتي اي شخص في البال ديالك او عيشة معاه او هذا غادي ان شاء الله تديري هاد الوصفة يقول لي احترمك ويقول لي خاف منك قاع ان شاء الله بحول الله وقواتي غادي نقرب الصحن الى الفم ديالي والتسبيح في يدي اللومنا اللي غادي نسبح بالعدد تسعود وتعين هاد الآية من سورة الفجر الآية ربعتاش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ربك لبالمرصاد ان ربك ان ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم غادي نسبح تسعين مرة وغادي نفت على هاد هاد المكونات نقنفت ونتنذرها حلقة اما اما نتبخر به مع العصر والمغرب في اي وقت بغيتون تبخروا به مدة اسبوع في اي وقت بغيتون صباح عشية ولكن هي من الاحسن العصر ما بين العصر والمغرب وحاولوا ادروا قليل في ماء في ماء ساخن وندروا فرشاش نصفيه وندروا فرشاش وغادي نرش به باب العتبة في الليل مش في الصباح مش ما عرفتوش عليه الناس ورش زوايا دي الباب باش اتصدي إذا كان جار سوء تأديك العشبة اللي خليتي خليتي على الماء الساخن وصفيتها غادي نضيفها إلى المكونات وخا سردة ونخليها تتيبس وغادي نبخر بها إن شاء الله لأنها مقرية لها آية من القرآن الكريم إذا حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا أنكم تديروها في الحق ما يكونش شي حد ما ظالمكم شو تديروها إن إن ربك لب المرصاد تتخلي اليوم الله صدق الله العظيم فقط إذا حبابي في الله حاولوا تديروها وانتم ممطبئنين أن الله سبحانه وتعالى قادر يردع لكل المظالم وقادر أنه يأخذ لك الحق من كل ظالم إذا حبابي في الله انتم معالمين بالظالم إذا خليت لكم الراحة خليت لكم السكينة خليت لكم الحب خليت لكم القبول إذا خليوا لي لايك لعجبكم الفيديو تبرتجيوا هات الفيديوهات لعل لو عسى ربي سهل في القناة إذا حبابي في الله إلى وصفة أخرى إن شاء الله